سر من أسرار نجاح هذا العمل الحقبة بتاعة العمل نفسه الزمن ده زمن الفتوات ده كان من الأسرار اللي نجحت الناس انت برغم التعب اللي احنا شفناه انت كنت بتتعب جدا جدا في الكواليس بتاعة العمل ده يعني أنا أتذكر محمود عبد الكافي اللي قاعد قدامنا دلوقتي فاي كده وريق كان قاعد بقى حاطت حاجات فوق كتافه وشوف برد جدا جدا والله اذكر مشهد قبل ما اطلع فاصل كنت بنصور مشهد اللي هو واهدان جاي والعساكر الانجليز جاي ان يقبضوا على على الجمال ده كان اخر مشهد في اليوم وانا ماسك كاميرا واقف على الكرسي وفاجأة يعني كده رحت دايخ خلص يعني جايبنا اخيرنا صحيحين بقى لنا تلاتين ساعة فعلا تلاتين ساعة من مناش فعلا كنت هقع فده كان يعني اصعب حاجة لي اصعب حاجة حصلت لي كنت واقع بجد ماسك الكاميرا انا كنت خاف على الكاميرا مش علي الصراحة يعني ايه مسئولية مرحب كاميرا وخصوصا الوادي العسكري اللي عاد ميت مرة ده بيقول كلمة صغير قاعد كلمنا عنه اه صابت 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 اكشن احدش هنا فوق الكاتين الكاتين ايه القانون لا لا احدش تحت القانون كمان اه انا يقول شوية يقول له محدش فوق القانون قولها لا اوه كان بيقول اكشن ما شاء الله ليه الجملة دي جات في البرومو تقريبا اه اه انا حطتها في البرومو من كترة ما انا حبيت الشخص ده من كترة ما بيعيد اه اه